72 إصابة جديدة بفاروس كورونا سجلت اليوم في الأردن منها 69 حالة محلية فيما سجلت حالة وفاة ليلة أمس تعود لسبعينية وبهذا يصل عدد الوفيات إلى 16 الحالات المحلية توزعت بين محافظة العاصمة ب41 حالة منها 10 حالات تحت الاستقصاء وفي محافظة الزرقاء 13 حالة وفي الفلقاء 12 حالة وفي عجلون حالتان تحت الاستقصاء وفي محافظة إربد إصابة واحدة كما سجلت ثلاث حالات خارجية لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر و38 حالة شفاء هذا وتبدأ ساعات حظر التجول الشامل في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء في تمام الساعة الحادية 10 ليلا وتستمر لمدة 24 ساعة في حين تستمر ساعات حظر التجول في باقي المحافظات كما هو معمول به ترجمة نانسي قنقر